أحمد مصطفى زيزو فيش اتنين يختلفوا أن هو أفضل لعب في مصر مفيش مفيش يعني حتى لو أنت مشجع لأي نادي هتقول لها إيه لو مش هتحبه أنه هو أبقى أحسن لعب في مصر عشان أنت بس إيه مش عايزه يبقى أحسن لعب في مصر فسهو أحسن لعب في مصر بالأرقام في السنة اللي فاتت كلها حتى السنة دي هو أكتر لعب مؤثر مع نادي الزمالك سبب التهديف أو بصناعة الأهداف يعني فيش اتنين هيختلفوا له أحمد مصطفى زيزو أنا معرفش لحد هذه اللحظة إيه اللي جيه في دماغ أحمد مصطفى زيزو وداخل يشوت ضربة الترجيح الأولى ويشوتها بالطريقة دي مش قادر أجمع ليه تفرقيتك بص بص ضربة الترجيح الأول وتعني تكلم عنها بص فعش دي بطيقة وضعيفة وصعبة وفي وقت انت فريق ومعليش يعني مش عايزة كارين يعني بس ما هو زين دين زدان لما عملها في كاس العالم 2006 زين دين زدان يعني آه هتقول لي يا أصلي كانت مباراة برضو مضغوطة ويا ويا زين دين زدان زيزو انت فريقيتك مضغوطة مش بس من المباراة دي من المباراة اللي فاتت كلها المباراة دي انت مضغوط فيها جدا عشانت مفوت كنت تكسبها في الوقت الأصل اللعيبة كلها عليها انتقادات من الجماهير ومعهم الموديل الفني انت اللي كنت دايما على جنب ما حدش بيتكلم عنك وحش انت جامد وطول الوقت ثابت واحنا هنا حتى بنقول من اكتر اللعيبة اللي بتحافظ على ثبات مستوها هو احمد مصطفى زيزو بصراحة غلطة كبيرة منه ليه؟ عشان لولة ضربة الترجيح دي احنا بعد المباراة كنا هنحمل ناس كتيرا مسئولية هنحمل في ليلة شوية بعد اللعبين بس برضو ممكن شاني جنب أحمد مصطفى زيزو انت قررت طوعية قررت طوعية تاخد جزء من المسئولية جزء كبير من المسئولية خسارة النهاردة بدون داعي طب المناسبة وانا ليه بتكلم النهاردة على ضربة ترجيح احمد مصطفى زيزو ما بتكلمش على ضربة ترجيح شكبالة اللي ضيعها ما شكبالة ضيع وزيزو ضيع شكبالة ضيع بالطريقة الطبيعية بتاعت اضاعة ضربات الترجيح اللي هو التوفيق يعني ما اقدرش انا لوم اي لعب باضاعة ضربة ترجيح ما تقدرش تلومه ليه؟ هي اعظم لعبة في الكون ضيعه ضربات ترجيح كريستيانو وميسي وروبيرت باجيو وكل اللاعبين اللي ييجوا في بالك ضيعه ضربات ترجيح ما فيهش ما لقاش مقاييس بس شطع بالطريقة الطبيعية خلاص هوا شطع خد اختار زاوية الحارس راح مع احمد الشناوي فاصدها خلاص خلص تمشي لكن دي فيها مش عايز اقول برضو حاجة تبقى جارحة اللي يزيزو مع المستوى العظيم اللي بيقدمه المسم ده والمسم اللي فات بس فيها عدم ادراق للموقف دلوقتي بالنسبة لنادي الزمالك ما فيهش ادراق واضح ما فيهش انت عايف انا لو ما كانوا لا انا اخش ارزعها ارزعها كده ارزع الكورة وهي ونصبها قلقت في العرضة شناو صدها بس ساعتها الجمهور برضو مش هيلوم يعني اقول لك حاجة حتى هذه اللحظة ضربة ترجيح اللي ضيعها زيزو قدام منتخب السنغال مع منتخب مصر معها عادي ضيع وصلح ضيع مش عادي انه ضاعت طبعا الحال لوقت متعبانين من الخسارة دي بس ما هوشتها خلاص حظه ما هي لعبة حظ حظه ضاعت لكن دي يتلام عليها بصراحة يتلام عليها ومقدرش اقول انها جاي من لعب صغير ده لعب خبرات كبيرة ولعب فعلا بقى شايل مسؤولية نادي الزمالك هو اسمي كبير يعني بص اعزوك حاجة لو بنقولك كلمتين دول نجيش نقول ايه لا يا جماعة بقى عصلا عارف المبارغات احنا مصطفى زيزو بقى محتاجة لها شوية احنا مصطفى زيزو لها لازم يمشي من الزمالك احنا مصطفى زيزو مش عادي فعمال ايه لا 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 ده هو لوم على موقف والمباراة اللي جاية ممكن نعمل المباراة كبيرة جدا وعظيمة كعطف يعني هو لعب عظيم نلوم على موقف موقف بحجمه بدون يعني لا نكبرها ولا برضو ان احنا نقلل منها